السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير صباح الخير يعني في كل مكان وفي كل زمان الإخوة والأخوات اللي معنا بيشاهدونا سواء على الفيسبوك أو على اللي هو الرابط نتمنى لكم إقامة سعيدة حيثما كنتم وأنا ما كنتم وفي نفس الوقت بنهني الأهل والأخوان والأحباب المهمة الإسلامية برمضان الكريم النهاردة أول يوم من أيام رمضان المبارك عاده الله علينا جميعا وليس فقط على المسلمين وعلى العالم أجمع بالخير واليوم والبركة لأن شهر رمضان هو شهر ربنا بيصفد فيه الشياطين الأزام وفي نفس الوقت بيضاعف الحسنات والبركات للعالم كله إن شاء الله وكتنا أتمنى أن أخواننا غير المسلمين وأخواتنا غير المسلمات في الشهر ده إذن استطاعوا أنهم يجربوا الصيام لكي يشعروا بالتنقية الروحية اللي بتحدث حينما يمتنع الإنسان عن أكل وشرب الأطعام والشراب من قبل الفجر إلى المغرب وهو يعتبر تحدي من التحديات اللي احنا بنشوفها ومشاركة وجدانية للاجئين والنازحين والفقراء والمساكين على العموم أنا بهنيكم كلكم إن شاء الله مسلمين ومسيحيين وكل البشر إن شاء الله ربنا خلقهم في الدنيا ويهود وكل الناس ربنا خلقهم من بني آدم عليه السلام وتمنى لكم كلكم يعني حياة رغدة هانئة سعيدة إن شاء الله نبدأ اليوم في هذه المحاضرة أو هذا اللقاء اللي أنا سميته معادلات تقسيم مال الزكاة وأنا هقول في الكلام اللي أنا كتبته ليكم لماذا التوقيت ولماذا هذا الاسم إن شاء الله ونخش مع مموال الزكاة في معادلاتها الكثيرة طبعا بشكر الأستاذ علي الشوى اللي بيسعدني في الإخراج الفني الزكاة هي الركن الخامس أو أحد أركان الإسلام الخامسة أحد أركان الإسلام الخامسة يعني في الإسلام في الشهادة لأنه محمد رسول الله صوم رمضان والصلاة والحج ما نستطع عليه سبيلا ثم الزكاة يبقى هي أحد أركان الإسلام الخامسة التي يتم بها الإسلام الزكاة في اللغة معناها النماء والزيادة والبركة والثناء والصلاح وصفوة الشيء يعني هي قمة الشيء يعني ما نقول صفوة الشيء يعني أحسن شيء فكتير جدا في كثير من الأحيان نجد أن بعض الناس لم يتصدقوا يتصدقوا بالرديء من الطعام والطعام البيت اللي هو مش صابح مش طازج والملابس القديمة المهلهلة وحتى مخزون القديم من الحبوب والبقوليات إلى آخر لكن ربنا بيقول هي الصفوة صفوة صفوة والزكاة في الاصطلاح الفقهي هو المال المخصص والذي يجب أن يدفعه الإنسان كأمثلكم من المستحقين بشروط مخصوصة يبقى هو المال المخصص والذي يجب دفعه من المستحقين بشروط مخصوصة كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وفي أموالهم حق معلوم وفي أموالهم حق الإنسان المحروم يعني في الفلوس اللي عندنا دي كلها اللي احنا بنتكتسبها واني احنا عندنا في ملكيتنا حق معلوم يعني هو السائل الفقير لا يسأل عن حقه لكن هذا هو حق للمعلوم حق للسائل والمحروم وأيضا في سورة التوبة 103 خذ من أموالهم صدقة يعني خذ أمر حق أمر خذ من أموالهم صدقة صدقة ما يستعملهم تطهرهم وتذكيهم بها الصدقة دي هي تهور للمتصدق وتهور للمزكي وصلي عليهم إن صلاتك ساكنهم لهم والله ده موقف الزكاة الشرعي في داخل المنهج الإسلامي أنا مش هنتكلم عن حضرة فقهية أو إسلامية نتكلم عن محضرة مجتمعية في آية تانية أيضا في سورة التوبة مصارف الزكاة بنصرف الزكاة على إيه تمن مصارف للزكاة تمن مصارف الزكاة أولا الفقراء والمساكين والعامين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل أولهم تاني سورة التوبة ستين الفقراء والمساكين والعامين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريدة من الله والله علي من يحكي ده ثمن مصارف للزكاة وربنا ذكر هنا العمين عليها عينية لأنه هو الركن الخامس الذي ربنا أراد أن نؤسس من خلاله مؤسسة اسمها مؤسسة الزكاة لذلك في علمه اللدني قال العمين عليها يجمعون الزكاة عمين عليها يحفظون أموال الزكاة عمين عليها يحمون أموال الزكاة عمين عليها يقيمون أموال الزكاة عمين عليها يقدرون أموال الزكاة عمين عليها ينفقون أموال الزكاة عمين عليها يعملوا دراسات ميدانية لكي يجدوا المحتاجين لكي يوضعوا عليهم أموال الزكاة فحينما نقول أن ربنا أسس هذا الركن على أساس مؤسسي لذلك فرض فيها جزء من أموال الزكاة تنفق على هذه المسيرة المؤسسية المسيرة المؤسسية المسيرة المؤسسية في تعريف هنا أنا أتكلم من هو الفقيه الفقيه هو الأنسان المتعلم المتخصص الخبير في مادة ما أو في تخصص ما واللي هو القادر أو هي القادرة على استطلاع واستخراج واستنباط الآراء الفقيهية المجتمعية والفقيهية الشرعية يعني الفقيه مش مجرد واحد آل كتابين ثلاثة لكنه لا يفقى بطون وأمور الاستنباطات والاستخراجات للأحكام من داخل هذه المادة الفقيه هو الإنسان الرجل أو امرأة المتعلم أو المتعلمة المتخص متخصص الخبير أو الخبيرة في مادة معينة أو تخصص ما وعندها وعندها القدرة على استخراج الأحكام من ويكون مرجعية في حل المشاكل في داخل هذه المادة ده بالنسبة لتعريف الفقيه في نوعين من أنواع الفقه فقه الشرع طبعا كلنا عارفينه اللي هما بدأوا الصحابة وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين في صحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم من بعده التابعين ومن بعده الأئمة والعلماء الكبار وأسسوا مناهج ليه ومذاهب ليه زي الإمام أبو حنيفة النعمان والإمام مالك والإمام الأوزاعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام الشفعي والإمام السيوتي والإمام لايف إبن سعد والإمام موسى القازم وده من أئمة المسلمين كذلك والإمام جعفر الصادق والإمام محمد الباقر عليهم السلام أجمعين كلهم كلهم فقهاء شرعيين فقهاء شرعيين عندهم القدرة على الفتحة في الأمور الشرعية داني مرة واحد الفقيه المجتمعي اللي هو الفقيه الذي يعلم أو يفقق تخصص من تخصصات الحياة المجتمعية يعني إيه؟ يعني يكون متخصص في مثلا في الطب أو في الهندسة أو في الزراعة أو في المياه أو في المناخ أو في الفضاء كل هذه الأشياء تعتبر تخصصات فقهية مجتمعية تخصصات فقهية مجتمعية بحيث أن هذا الإنسان القادر على هذا في العلوم المعرفية في الثقافة في التاريخ في الأدب في الفنون في الدراما كل هذه الأشياء في الإعلان في القوانين في الدستير إلى آخر يعني دول كلهم فقهاء مجتمعيين يحتاجون المجتمع لكي يديروا أركان مسالك الحياة لخدمة الإنسان وخدمة البشرية ما هي علاقة بالفقه المجتمعي والفقه الإيه؟ الشرعي الفقه المجتمعي يحتاج إلى الفقهية الشرعي متى؟ إذا كانت هناك مشكلة تحتاج إلى مرجعية شرعية فيه عند في الطب أو في مثلا في الإجاب أو في الحسب اللي هو الإيه؟ أو في أي أمر آخر من الأمور هذه يحتاج لرأي شرعي الفقه الشرعي أو الفقه الشرعي؟ الفقه الشرعي يحتاج للفقهية المجتمعي المتخصص ليه؟ لأن الفقهية المجتمعي بيكون عارف بأمور الحياة أو الحيوات التي يعيشها المجتمع فلابد للفقه الشرعي أن يسأل الفقه المجتمعي في كيفية إدارة هذه المناحية من الحياة لكي يستطيع أن يفتي الفقه الشرعية؟ يعني على الفقه الشرعي أن لا يفتي دون معرفة الحياة المجتمعية خاصة دلوقتي أصبحت المجتمعات معقدة ومركبة ومتعددة الطبقات والمناخات والثقافات إلى آخر فلذلك الاثنين بيكملوا بعض زلك الاثنين بيكملوا بعض سيأخذنا على أننا داخلين دلوقتي على بطن المحاضرة أو أصل المحاضرة يعني إخذنا وقلنا أن الزكاة ومؤسسة الزكاة والفقراء والمساكين ده نحن نشوفها الفقر في العالم الفقر في العالم كما لم يراه الكثير مننا وكما رأاه البعض مننا عدد الفقراء في العالم تعدى 734 مليون يعيش تحت الخط الفقر 23% من سكان العالم يعيشون بأقل من 3 دولار في اليوم سأفين قد إيه؟ عشان قبل ما نقول نصرف الزكاة فينا وما نصرفها شفين ونوزع فينا من فقر الصحيح لابد أن نقرأ خريطة الفقر في العالم كله وعدد الفقراء الجدد اللي حيقولنا بعد كورونا بيتراوحه ما بين 119 ل 124 مليون يعني كورونا زودت عدد حتزود عدد الفقراء في العالم حوالي 120 مليون إنسان ودي تخدرات المحدثة لتأثيرها بقاعة كورونا للفقر في العالم ودي من الرفرنس الموجود قدامنا والمراجعية من البنك الدولي فيه 2.7 مليار إنسان من الأكثر فقرا وضعفا في العالم يعني عندها 8 مليار وفيه بعض الناس بيقولك حنا عايزين نخلص من مليار ولا 2 ولا 3 وخليم 500 مليون كلام فارق كله 2.7 مليار من أكثر فقرا وضعفا في العالم يحتاجون إلى دخل أساسي زيادة مؤقت يعني 2.7 مليار بعد الكورونا سنة الكورونا أو سنة ونصف دي كلها يحتاجوا لدخل زيادة ده بالنسبة لبرنامج الإنمائي للأهم المتحدة ويعيش هؤلاء الـ 2.7 مليار دول بيعيشوا فيهن؟ بيعيشوا في 132 دولة نعمية وما ده حاجاتهم إيه؟ زي ما قالت البرنامج الإنمائي للأهم المتحدة بيحتاجوا 199 مليار دولار شهريا تضربهم في الريال واضربهم في الدرهم يعني تضرب في خمسة يبقى أنت بتتكلم على حوالي تريليون ريال شهريا شهريا عشان إيه؟ عشان يغطوا حاجة هؤلاء الناس من الأكل طعام والتعليم لأولادهم والصحة شهريا قد إيه؟ قبل ما نفتي ونقول نوزع الزكاة فين لابد نقرأ خريط العالم وحتى خريط المجتمع اللي احنا عاشين فيه الفتية بغير العلم مهلكة وبرنامج ده غزاء العالمي بيقول أنه سيزداد عدد اللي بيساعده من برنامج زي ما أنتوا شايفين هنا في المرجعية اللي هما بيساعدوهم ومنذوقاتهم بيساعدوا سبعة وتسعين مليون سنويا 2019 برنامج غزاء العالمي كان بيساعد سبعة وتسعين مليون حيزدادوا سبعة وتسعين مليون دول إلى 138 مليون يعني حيزدادوا خمسة واربعين في المية فقط بتأثير الكورونا عليهم يعني كانت الكورونا ضربتنا في مقتل عدد فقالاء الجدد حيصدوا مية وعشرين مية وخمسة وعشرين مليون وعدد اللي حيزدادهم برنامج الغزاء العالمي حيزدادهم من سبعة وتسعين مليون لمية تمانية وتلاتين مليون وديفيد بيزلي اللي هو المدير التنفيذي لبرنامج الغزاء العالمي بيقول إيه؟ إن الحرب أو المواجهة خط المواجهة لكورونا حينتقل من الدول الغنية اللي هي دلوقتي عندها الفاكسين وطعامة وعندهم يعني الفخر إنهم يقوله في برطانيا أو في أمريكا أو في أوروبا أو في كندا هنتقل تخط المواجهة ده من أغنية لفين الفقرة اللي هي اللي عندها لفاكسينات ولا عندها نظام صحي ولا عندها ولا عندها ولا عندها إحنا بس بنحاول نقرأ الخريطة اللي حطتها قدامنا الأمم المتحدة والبنك الدولي علشان نعرف أبعاد وحدود الفقر والحاجة في العالم ويعتزم من ساعدة أكبر عدد وهموا عنده إمكانية إنه ساعد مليار ١٨٨ لكننا نتمنى إن يكون عنده إمكانية يساعد مليار نخش بقى في الموضوع بتاعنا كلنا كانت مقدمة شرعية الزكاة تعريف الزكاة وعندنا الفقر في العالم ثم منها جيد الزكاة دلوقتي بقى عندنا زكاة سواء كنحن عايشين في بلادنا هنا أو في بلاد أخرى في عندنا زكاة هنقسمها إزاي كيف نقسم أموال الزكاة ما بين الوطن اللي احنا بنعيش فيه وحاجات الشعوب الأخرى ما بين الوطن اللي نعيش فيه وحاجات الشعوب الأخرى أنا بكلم عن خبرتي الشخصية في التسعينيات من القرن الماضي كان عندنا وأنا في الغاثة الإسلامية كان عندنا زكاة كان بتسوي تقريباً 40% من دخل المؤسس يعني لو كنا بيجيب مليون بده 400 ألف فقلنا نعمل شيء واضح جداً لو إيه 30% من الزكاة تصرف في عين المكان على الفقراء في بريطانيا أو على الفقراء في فرنسا أو على الفقراء في بلجيكا أو في هولندا أو في أمريكا و70% من أموال الزكاة تصرف على الفقراء فقراً في العالم الخليج دي كان اجتهد لنا منذ كم؟ منذ أكتر من 30 سنة منذ أكتر من 30 سنة خلاص؟ لماذا بقى في كل شيء لسبب أول شيء إن بريطانيا أو أوروبا دي ورغانية فيها انزغام اجتماعي وخدمات اجتماعية للشعب كله دون تفريق دين مرة أحد دين مرة أثنين إن فيه في بريطانيا فيه مؤسسات كبيرة تعمل على المستوى المحلي تجمع الأموال بالمليارات يعني أعتقد والله أعلم الفونديشن اللي في بريطانيا دخلهم السنوي يقدر بعشرة مليار جنيس ترليني اضربهم في سبعة بالنسبة للريال والدرهم وإحنا نتكلم على إيه على سبعين مليار جنيس ترلين ده بس من الإيه الفونديشن المؤسسات دي النقطة الثانية النقطة الثالثة إن فيه في وزارات في بريطانيا عندهم مزانيات معتبرة بالمليارات أيضا لدعم العمل الداخلي والخدمات الاجتماعية يبقى لهذه الأسباب الثلاثة إحنا قلنا إن 30% فقط من مالي الزكاة يصرفوا داخل البلاد و70% يصرفوا خارج البلاد أين تقع المشكلة بقى؟ فيه مشكلة دلوقتي حاصلة فيه بعض الجمعيات الشابة أنا أكلمت عن إن إحنا في سنة 90 أو 91 أو 92 خدنا الخط ده فيه جمعيات ليسا ترعب قالها سنة ولا اتنين ولا خمسة وشباب متحمس وغيور طبعا على إنه عايز يحارب الفقر والمساعدة الفقراء في داخل الدول بتاعته والشباب تطلع من أوروبا ربالك وإيه الأوروبية الغنية وعايز يفرض عن المجتمع فقه أحادي بمعنى إيه؟ الزكاة لا تصرف إلا في عين المكان الذي جمعت منهم أن الزكاة لا تصرف إلا في عين المكان الذي جمعت منهم ويحاول أن يفرض عن المجتمع وعن منحين صرف أموال زكاتهم في بريطانيا أو أوروبا وأمريكا فقط 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 وقد يكون هناك أصلا شرعيا في هذا ولكن الحالية الآن كما قلتنا من قبل أثنين وسبعة من عشر مليار من الفقراء يحتاجون لدعم ليس خمسين ألف أو مئة ألف داخل بريطانيا هذا قد يكون له أصلا من نشور الشرع ولكن قد يتعرض تعرضا شديدا مع معرفة مكونات المجتمعات التي لابد علينا سعيدها لذلك أنا قلت في اثنين في فقيه شرعي في فقيه مجتمعي فقيه المجتمع بيقول لا فيروح يضيء الأنوار للفقيه الشرعي لكي تكون فتيا على هدى من معرفة أمور المجتمعات داخل الوطن الذي جمع فيه الزكاة والشعوب والمجتمعات الأشد فقرا في دول أخرى فلتعرض شديدا مع معرفة مكونات المجتمعات التي لابد علينا أن نساعدها خاصة مع تفاقم الأزمات والصراعات المصلحة والتغيير المناخي وتفاقم أعداد النازحين واللاجئين والمشهرين في العالم والتي تعد بعشرات الملايين وحنا حاليا وغالبية هؤلاء النازحين واللاجئين يا شباب اللي بحاولين تسرفوا كل فلسكوا في بلد غنية هم من المسلمين غالبياتهم 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 ده من جهة أما من جهة أخرى زي ما أنا قلت لكم قبل كده في الحصائيات بتاعة البرنامج الدول العالمي والبرنامج الإنمائي والبنك الدولي إن زياد معدلات فقر وخاصة في الدول النامية كما ذكرنا من قبل 734 أو أكثر أو أقل مليون مليون عدد الناس اللي في بريطانيا 60 مليون 65 مليون طيب فلابد علينا من عمل موازنة يكون متزنين في عرقنا يكون متزنين في عرقنا يكون متزنين في عرقنا كيف؟ الموازنة بين أننا نعيش في دولة غنية فيها أنظمة خدمات اجتماعية أو مؤسسات مانحة لهذه الخدمات الاجتماعية خلاص؟ إحنا كده وبين دول أخرى ليس هديها أي خدمات اجتماعية ننزل الصمار ننزل تشاد ننزل ناجر ننزل مالي ننزل كونج الديمقراطية ننزل بنين ننزل جينيا ننزل كل هذه الأشياء فتسوانة ننزل كل هذه الأماكن بلت ودول أخرى فيها برضك ما فيها خدمات اجتماعية ولكن فيها نازحين ولاجئين كذلك بالملايين أو بمئات الألاف يعني منبص على قضية الأريطرية اللي موجودة في السودان منذ السبعينيات القرن الماضي عنها فيها ربعمائة ألف أو أكثر والأريطرين في دولة تعتبر من الدول النامية لما بص حالياً في المواجهة اللي حصلت مع التجرانيين والحكومة في أديسة بابا في أثيوبيا نجد أن فيه عشرات ألاف من اللاجئين التجرانيين دخلوا الحدود السودانية يبقى الحدود السودانية في أما يقل عن 500 ألف أو أكثر دلوقتي بين التجرانيين والأريطريين فحاجة 500 ألف أو حاجة السوريين اللي موجودين في أماكن مختلفة في العالم أو حاجة اليمنيين اللي موجودين في داخل اليمن اللي منهم 4 مليون نازح والسوريين اللي موجودين داخل السوريين فهنا نتكلم عن الملايين فلابد الإنسان قبل أن يفتي وهو متحمس أن يرى خليط العالم ثم يرى خليط مجتمعه داخل هذا العالم التوازن هنا بيجعلنا نقطة أولوية لصرف الأموال في الدول الفقيرة من كل الأحصائيات اللي أنا قلتها في الأول اللي عنها البرنامج الدولية العالمي والبنك الدولي وبرنامج الإنماء للأم التحت أما الدول اللي احنا معيش فيها في الغرب دي يعني مثلا أنا بكلم كل وقت من برمانجان في بريطانيا وليت توفر كل هذه خدمات مجانا لأبناء شباب فعلى هذه المؤسسات الشابة المتحمسة أن تعمل كالتالي دي بقى زي ما تقول نصيحة لأولئك الشباب أول شيء تعلم أين هي المؤسسات البريطانية الكبرى التي تعمل داخل المجتمع البريطاني وتعد ميزانياتها بمئات الملايين وتحول كل ميزانيات بتاعت هذه المجموعة ما لا يقل عن عشرة مليار جنيس تليم هنا في تحدي لأنني ما عنديش قدرة أنني نتواصل مع أولئي الناس ما عنديش إمكانية ما عنديش أهلية لابد أن نقابل هذا التحدي لأنني مره واحد عن هذه المؤسسات وعلى الأفراد أن تعلم الإدارات اللي عندها هذه الأموال الكثيرة في الوزرات وبتصرف هذه الأموال داخل المجتمع البريطاني أو داخل المجتمع الأوروبي على الأبناء الوطن وعلى اللاجئين اللي وصلوا لأوروبا ولابد في هذا أن هذه المؤسسات الشابة تؤهل نفسها لكأن تكون شريكا للمؤسسات البريطانية الكبرى والمؤسسات الدولة كذلك هنا في ميزانيات بالمليارات في سؤال يطرحوا السائل ماذا عن اللاجئين الذين وصلوا حديثا من البلاد وليس لهم الحق والاستفادة من هذه الخدمات أيوة ليه لا أنا ما قلتش ما تصرفوش أموال زكاة في بلدكم ما تصرفوش كل أموال الزكاة في داخل البلد يعتوا من الزكاة لكن إذا أنت جمعت مبلغ X قسم X ده جزءين جزء داخل البلد الغنية والجزء الأكبر خارج البلد الغنية ومن الجزء اللي داخل البلد الغنية اللي ده يصرف على هؤلاء اللاجئين اللي سي ما أخذوش حقوق لماذا أنا بأدافع عن هذا الرأي لأن عدد النازحين لأنهم أقل عدداً من عدد النازحين اللي داخلين في الدول الأخرى يعني عدد الناس اللي وصلوا أوروبا وأمريكا أقل بكتير جداً أقل بكتير جداً من الناس اللي النازحين داخل سوريا أنا قلت في أدياماً أربعة مليون قلت في سوريا يمكن في الداخل يمكن سبعة مليون أدي 11 مليون كم أوروبا استقبلت كم في خلال السنوات اللي فات أكترهم كانت مع ألمانيا مواصلتش مليون والباقي كلهم بالألاف يعني بس في الدولتين فقط عدد النازحين داخل ده غير اللاجئين اللي خرجوا من اليمن ولاجئين اللي خرجوا من سوريا اللي بالملايين باردك يبقى ننظر أنا هو أقل مدد من النازحين اللاجئين في الدول نهيك بقى عن النازحين الذين neighbor داخل بلد ذي كنغود ديموقراطية اللي كان فيها خمسة مليون نازح في الداخل نهيك عن العراق اللي كان فيهم الآن فيها ثلاثة مليون نازح في الداخل أيام داعش أيام السوداء بتاع الداعش ومن صنع داعش ومن أتى بداعش لنا هنا وهكذا 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 لذلك يصبح علينا الموازنة الموازنة والاتزان الموازنة والاتزان بين الانفاق على المحتاجين في الدول الغنية والانفاق على المحتاجين في الدول الفقيرة ولا نلزم لا نلزم أحد ولا أو نروج لرأي فقهي يلزم الناس على فعل هذا لأن مثل هذه هي آراء لا ترى بعينيها أو ببصيراتها ولكن ترى بعيني واحدة ويعين المصدعة المؤسسة أين الاستشكال الاستشكال هنا يا شباب إننا سهلة جدا إننا أدغدغ عواطف المسلمين بقى اللي موجودين في بريطانيا وأمريكا وأوروبا وكذا إنها لحقونا 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 في يدفع الزكاة للناس اللي هنا سهلة والأصعب إننا أروح أقوم من الحكومة إننا أتفعلها ضرائب أروح أقوم من المؤسسات البريطانية الكبرى اللي هي عندها أموال كتلة جدا أو يكون عندي القدرة على التعامل مع هذه المؤسسات الكبرى لكي تعطيني أموال الاستشكال إننا من السهل لهذه المؤسسات الحديث رؤية دورها الشباب من شباب متحمس أن تطلب الزكاة من المسلمين وأن تدخم الحاجة المحلية لهذه الفئة من الفقراء واللاجين لأن أتوا إلى هذه البلاد وهم فعلا عندهم حاجة ولكن علينا أن نسد حاجاتهم من أموال المسلمين قليلة مقارنة بالمليارات الموجودة في المؤسسات البريطانية والحكومة البريطانية أو الحكومة الأمريكية أو كل الحكومات الأخرى لذلك أنا معاكم وضعة هذه المعدلات لإظهار كافية إنفاق مال الزكاة وأن فلسفة هذه المعدلات هي تقسيم أموال الزكاة ما بين المكان الذي يعيش فيه المزكي والمتصدق والمكان الذي فيه المجتمعات أخرى فقيرة بالنسب تتناسب مع حاجة الفقراء والمحتاجين من جهة قوة أو ضعف أو غنى أو فقر الدولة التي يعيش فيها المزكي والمصدق من جهة الأخرى يلا معنا عشان نشوف المعدلات هذه مثلا إذا خدنا 56 أو 57 دولة في النظامة التعاون الإسلامي نجد أن أسمتها الأربع شرائح أو خمس شرائح المجموعة الأولى هي الدول الأشد فقرا المجموعة الأولى هي الدول الأشد فقرا وهي مجموعة إنه نتبت العشرة لتسعين في المية يعني إيه عشرة في المية يعني إيه تسعين في المية يعني لو كان فيه بعض المحسنين داخل النيجر وداخل مالي وداخل تشاد وداخل الصومال يصرفوا جزء تسعين في المية من أموالهم داخل هذه الدول وعشرة في المية لدول أشد انتفاقنا وحيك السائل يقول لك لما دور فقرة يقول لك أي ولابد لأن في مبدأ اسمه مبدأ الإثار لكي أكون أنا جالس في النيجر أو في ماليا أو تشاد وأجد أني في صدقة جايالي من الصومال يقول سبحان الله يحصل التآلف يحصل المحبة يحصل الود يحصل الإخاء يحصل الإثار مبدأ الإثار يعني عشرة في المية دول اللي بتطلعهم المحصن الناجيري اللي هو اللي من النيجر أو المحصن الصومالي اللي واحد في الكاميرون أو حتى نحن عايزين مش مقرر الإنفاق فقط لكن عايزين إثار ومحبة وتكامل وتآذر وانتماء للأمة الإسلامية ده من نسبة العشرة في المية وتسعين في المية بشأن محتاج بمعنى الإثار الذي أثر فيه المحصنون من الصومال هؤلاء الناس عن أنفسهم في هذه الدول إيه بقى الدول اللي هي نتكلم عنها اللي أشترك فقط في منظمة التعاون الإسلامي وأنا حضرتهم كلهم الصومال الجيبوتي اليمن سوريا غنية لكن حاليا أنني حصل فيها والعزو بالله السودان التشاد النايجر مالي موريتانيا سنغال لبنان حاليا لأن لبنان مقيدش كده قبل كده بنجلديش جوزو القمر فلسطين أريتريا سريليون الجابون جامبيا جينيا بيساو يوغندا بوركينيا فاسو الكاميرون بنين توغو زنجبار سورينام صحي العاد جويانا موزنبيق أفغانستان هي دي الدول الأشد فقرة الموجودة داخل اللي هو النظام التعاون يسبب دي المجموعة الأولى يبقى 10% من المحسن داخل دي دول في الخاج و90% داخل الدول المجموعة الثانية هي مجموعة الدول المتوسطة الدخط ومجموعة الـ 15% الـ 20% والـ 80% الـ 85% يعني يعني هنا المحسن المحسن في هذه الدول المتوسطة الدخط هيطلع مال من زكاته لخارج البلد يتراوح ما بين 15-20% ويصرف داخل البلد 85-85% ايه الدول دي بقى نتكلم عليها ايه الدول دي بقى لمتوسطة الدخط مصر وليبيا حاليا ان شاء الله متعافة هتكون في المجموعة الأولى ان شاء الله المجموعة الأولى هي الأكثر غناء تونس الجزائر المغرب باكستان ألبانيا كرغيزستان أذربيجان حاليا لأن أذربيجان دولة بترولية لكنها بتتعافى من حرب مع أرمينيا ونتمنى أنها تخرج منها تاجكستان كذكستان أسبكستان تركيا كمانستان العراق ان شاء الله تنتقل إلى الدول الأكثر غناء ان شاء الله اندونيسيا نيجيريا ان شاء الله كذلك دولة غنية اندونيسيا لكن لما تنتقل إلى الدول الأخرى البحرين خارج لا يتعدى 15 ل 20% ويصرف داخل البلد بتاعته اللي وعيد فيها 80 ل 85% ديكتل اجتهادات من عندي أنا بناء على ما رأيته وعلمته وتعلمت منهم من معاناة الفقراء والمساكين أنا قلت أسماء الدول آية قلت أسماء الدول دي المجموعة الثانية اللي هي الدول المتوسط الضغط المجموعة الثالثة اللي هي الدول الغنية اللي هي مجموعة الثالثة 75 والخمسة وعشر 30 يعني يعني 70% من زكوات هذه الدول أو 500% تصرف خارج هذه الدول و25 لـ 30% تصرف داخل هذه الدول 70 لـ 500% من الزكاة تخرج برة و25 لـ 30% تصرف داخل هذه الدول بمعنى ما هي أسماء هذه الدول التمنكول دول الخليق السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان وقطر في حاجة ثانية 1-2-3-4-5 هم 6 مفتو وعمان 1-2-3-4-5-6 وهنا بقول تقول هذه الدول خوية وغنية بتسلق في هنا أنظمة أن في بعض العاملين اللي هم الوافدين قد لا يكون عندهم أحقية في التمتع بالخدمات الاجتماعية فعلى الجمعية في داخل هذه الدولة تصف من 25-30% داخل الدولة و70-5% خارج الدولة بالإضافة إلا إيران هو تركيا وماليزيا دي برضا الدول مش فقيرة ماليزيا مش فقيرة تركيا مش فقيرة إيران مش فقيرة يعني دول دي المجموعة الغنية اللي هي 25-30% داخل الدولة و 75-50% خارج الدولة ليه لأن برضا إيران دولة كبيرة فيها يمكن 80-80% مليون كذلك تركيا إلى آخر المجموعة ربعة إلى مجموعة الأكثر سراء إلى مجموعة التسعين عشرة يعني أي تسعين عشرة يعني المحسن في هذه المجموعة والمتصدق والمذك يصرف 90% من ماله خارج الدولة الأكثر سراء و 10% داخل الدولة الأكثر سراء ودي منها بروناي بروناي منها يعني أنا كنت في يوم الأيام بذور بروناي وكان السلطان ربنا يديه الصحة عمل صدقة على روح أبيه مدينة ملاهي مدينة ملاهي كاملة شغال 24 سنة أنا ركبت في ياب بلاش فلذلك إحنا لابد نحن نتعامل مع هذه الأشياء مش كشيء واحد في الإنجليز بقولك one size fits all ده غلط مش لباس واحد حلبس الجميع كل مكان ليه حيثية بتاعته فما فيش مذهب ما فيش رأي فقه يكون على الجميع لابد نناقش كل مجتمع في حيثية إقامة مؤسسة الزكاة على مستوى العالم وكيف أن هذه مؤسسة الزكاة تمنح هذا المال من الدولة الغنية للدولة الفقيرة وغير من الجزء في الدولة الغنية والباقي في الدولة الفقيرة طيب ده بالنسبة للأربع مجميع الأولى في بعض الدول في المجموعة الخمسة لدولة غير الأعضاء في نظمة التعاون الإسلامي ودي بردك هتخش في مجموعة العشرة تسعين يعني إيه يعني عشرة في الخارج لدولة الفقيرة وتسعين في الداخل واللي منها قبرص الشمالية البوسنة والهرسك وأفريقيا الوسط تلت دول دول هما يعتبروا مراقبين في نظمة التعاون الإسلامي ففيها قبرص الشمالية والبوسنة والهرسك وأفريقيا الوسط دي بتخش مع الدول الفقيرة اللي تسعين في المية من الزكاة يصرف داخل الدولة وعشرة في المية من الزكاة يصرف خارج الدولة ده بالنسبة للاستشكالات اللي بتواجهنا كعمال مجتمعيين طيب في دول تانية بتقول فيها أقليات مسلمة نجد تاني يعني نتكلم نبقى عن دول أغلبيتها مسلمين أو كذا في دول فيها أقليات مسلمة زي أوروبا زي كندا زي نيزلندا زي أستراليا دي مجموعة تعمل المجموعة الغنية في الدول اللي اللي نحن لدي الدول الخارجية اللي موت السبعين خمسة سبعين والخمسة وعشر تلاتين يعني دي دول فيها نظام قوي اجتماعي زي ما أنا شرحت قبل كده وفيها خدمات اجتماعية للناس كلها فأنا ما صرفش أكتب من خمسة وعشرين تلاتين في المئة في داخل هذه الدولة والسبعين إلى خمسة وعشرين في المئة خارج هذه الدولة في الدول أشد وفق في كل مكان في العالم دي المجموعة الأولى اللي مجموعة أوروبا وكندا وأمريكا الشمالية نيزلندا واستراليا إلى آخر إلى آخر في مجموعة أخرى في أقليات مسلمة زي كينيا وتنزانيا وملاوي وجنوب أفراخيا دي عند خلص مجموعة اللي هي متوسطة للدخل اللي هي خمستاشر عشرين اللي هي يعني معناها إيه معناها أن عشرين في المئة من أموال الزكاة يخرجوا وخمسة وثمانين لثمانين في المئة ثمانين لثمانين يصرفوا داخل هذه الدولة يعني ثمانين لثمانين في المئة من الأموال تصرف في تنزانيا وكينيا وملاوي وجنوب أفراخيا لكن خمستاشر عشرين في المئة في الخارج علشان مبدأ الإثار اللي إحنا بنكتلم معنا في مندوح أنا هقولها عشان فيك تيجد من الشيوك اللي بيحربونا زمان وإحنا بنجمع الزكاة مش حاس كل أنا الأسماء الخلفيات بتاعتهم يقولك ما يجمعش مال الزكاة إلا الخليفة بس ما فيش خليفة يا أبو خليفة ما فيش خليفة عمل إيه أنا والناس بتموت والناس جعانا والناس عادشانا ما فيش خليفة عاد كده خلاص ما يجمعش الدولة الإسلامية لما كانت قوية زمان كان بتتولى تخديم الخدمات الاجتماعية لكل مواطنية ورعيات في كل مكان في العالم فكانت هي بتجمع الزكاة وتصرفها في الأطراف هذه الدولة طب الناس المحسنين زي حالتكم كده إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى وعادينهم أغنية أمولهم بيعملوا فيها بيعملوا فيها حاجتين إما أنهم بصرفوا جزء منها في الحي أو المدينة أو القرية اللي هم عاشين فيها وجزء الثاني كانوا بيعملوا من الأوقاف اللي ما زال جزء منها إلى الآن موجود في الدولة الإسلامية في دولة خلافة كان يعني مركزها دمشق مركزها فيهم الأم كانت الكوفة أو كانت البغداد أو كانت القاهرة أو كانت قرطبة إلى آخر أو كانت اسطنبول إلى آخر فده حالياً في خلافة أيضاً في خلافة أوروبية مركزها في بروكسل في خلافة أمريكية مركزها موجود في واشنغتون وهكذا بغد النظر على التسميات دي كلها فالدولة الأمريكية العظمة القوية بتتولى أمر كل رعاياها لما عارض 350 مليون هناك وكذلك الدولة الأوروبية في بروكسل بتشرق القوانين لكيف تخدم الخدمات الاجتماعية لكل الرعاية بتاعت هذه الدولة الأوروبية العظمة في داخل أوروبا دخلها سبقا بعد حدوث الصورة المعلوماتية وصورات منصات التواصل الاجتماعي أصبح العالم لا يعيش في قرية لا أقل من قرية بد يعيش داخل غرفة معيشة أو غرفة مكتب أو غرفة نوم أو شاشة الشاشة دي العالم كله عايش هنا في الشاشة دي كلها بلك وعند يقولك تبوه يعني ما الغرابة لا غرابة على الإطلاق بس استنى لا غرابة بل على العكس حصبح بقى من هذا التكامل والتزاحم والزخم الكبير في تنوع في كل مناحي الحياة ليس كما كانت من قبل تنوع ثقافي فكري قيمي فقهي بالهاء فني أدبي أخلاقي تاريخي كله كله اختلف بكله يبقى بالتالي لا أستطيع أن أحمل أبناء قريتي على فق يعتبر أحادي لأن ابن قريتي دلوقتي بيشوف في المدن الأخرى بيشوف في الدول الأخرى بيشوف في القرارة الأخرى أشياء مختلفة ومن حق هذا الابن أو من حق هذه الابن أن تتبنى أحد هذه السقافات أو أحد هذه السقافات أو أحد هذه الملفقية فلذلك لا أستطيع أن أحملهم على رأي واحد فقط 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 فأقول فأشق الناس فأشق الناس فأشق الناس عليكم أتذكر هنا في حادثة حدثت أيام الرسول أنه يا أسلام بحاذ الله أنه ورس登録 أحسق الناس أنه لأشترك أنه ليس في النساء والحياة والحياة وفاجأ آثى به فأل أنا رجل أسوم النهار وأقيم الليل والأقرب النساء قال له أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصوم وأفطر وأنام وأقيم الليل ومتزاوج النساء قعد يعني في شبابه وفي عنفوانه قعد يتناقش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقاشات حادة كبيرة جدا فاتفق أنه حيسم السيام سيدنا داود لو يسم يوم ويفطر يوم وهو كان شاب بقى في التلاتينات أو كذا حاجة دا كذا في قبرة في عنفوانه لما كبر لم يفهم نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حينما أصبح كبير في السن وأصبح غير قادر أنه لا يلتزم بوعده الذي وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبحت مشقة كبيرة عليه في الصوم يوم والإفطار يوم فالشباب دايما بيضيقه على أنفسهم ليه؟ أعتبر نفسك في المنزل حتكون رجل عندك سبعين سنة أو أنا يكون مثلا واحد زي يكون مريض أو مقعد أو غيب عن الوعي فلابد أن أنا أسر ولا أعسر وأوسع في الحلال ولا أضيق أيضا الخلاصة بقى دي رسالة لنا كلنا لينا أولكم أننا هنا أننا هنا أيها الناس أو أيها الشباب لسنا في سباق من أجل جمع المال تعبت من الكلام اللي أنا قلته ده مئة مرة لسنا في سباق من أجل جمع المال بل في سباق من أجل التكامل والتأليف للقلوب وتوحيل الجهود لسنا في سباق الأسبقية والاستعلاء إننا هنا معا لوضع الرؤية متكاملة لماذا؟ تسعد الفقراء والمساكين من المحتاجين إننا هنا لنذوب داخل الأروقة والدهليز المجتمعية التي تقوي أواصل المجتمع فنصبح فيها نحن مع الآخرين لونا من أطياف شموز هذا المجتمع المشعة إننا هنا معاكم لنصبح إحدى خيوط الأنسجة المجتمعية الرابطة لأركان هذا المجتمع والرسمة لمسارات هذا المجتمع إحنا نكون جزء من كل وهذه السلطة للشباب المتحمس نحن لن نزيد على أهمية الدور الذي ينتظركم أيها الشباب أو العلم المسؤولية التي ستلقى على عاتقكم ستلقى شئتم أم أبيتم خلاص خلاص في مسؤولية حتترمع علينا فخذوا العلم من مصادره الموثوق فيها ولا تستمعوا لمن يحملونكم على الغريب من القول الضيق من الأفق والأراء الفقهية المعسول المسجع المسجع من ديباج ونظم الكلام من قراءة التاريخ من مسلسلات تلفزيونية درامية من سماع الفتاوى ممن ليسوا أهلا لهذا أو الاعتماد على مقولات الحق جوجل والشيخ كوكيبيديا في البحوث العلمية وغير ذلك أقولها تاني نتستمعوا لمن يحملونكم على الغريب من القول الضيق من الأفق والأراء الفقهية المعسول المسجع من ديباج ونظم الكلام قراءة التاريخ من مسلسلات درامية سماع الفتاوى ممن ليسوا أهلا لهذا أو الاعتماد على مقولات جوجل حق جوجل والشيخ كوكيبيديا أو الشيخ كوكيبيديا في البحوث العلمية وغير ذلك من تجاوزها الزكاة أرجع أقول مرة تانية هي ركن من أركان الإسلام الخامسة قائمة على بناء المؤسسة الزكاة المجتمعية لأنها ركن روحي اللي فيها إيه أرعامين عليها في معنى إيه معنى لو جالك واحد من الناس يقولك أنا حطلع أموال الزكاة بدون أن أصرف مصاريف إدارية قوله أنت مختط لأن لابد هذه المصاريف إدارية أقولها مرة تانية هي تصرف على من يجمعوا لأموال الزكاة من يعملون الأبحاث والدراسات على من هم أشد فقراً وحاجر في المجتمع من يحفظون أموال الزكاة العملية مش عملية حياته خد أموال الزكاة مش بتترمي كده مش بتترمي كده لا بتحفظ تنمى وتعطى الأحق والأكثر استحقاقاً بعض الدراسات بعض الدراسات من هؤلاء الناس وهذه الفئات في المجتمع فإزاي أنا جاي أقول في يوم الأيام إن أنا مش هاخد مصاريف إدارية من مال الزكاة تعرفوا ليه من خبرتنا لأن هذه المجموعة من الشباب تقولك أنا الوحيد اللي ما ماخدش أموال زكاة مصاريف إدارية منها أنت غلط الزكاة ربنا قال لك خد قال لك خد قال لك خد من أنت لتقول لا أخذ أما إن كان عندك دخل آخر تستطيع أنك تنفقه على ما أقول وهو ماذا عن من هم أصحاب الحقوق كيف تجمع هذه الأموال كيف تصرف هذه الأموال الدراسات التي تعمل عليها فهنيئة أن أنا بيك يعني لكل نحن بنقول أنا حجيب حجيب عندي مال آخر مال آخر وده طبعا مش وارد بس أنا بإيه بديهم العذر لابد أن تعني عمال ده أين مصدره الزكاة جمعتها إزاي صرفت عليها أن أصرحوا جمع الزكاة من الناس يبقى فيه مصطيف ليه مصطيف الأبحاث بتديك ليه الحالات الليلة حتصرف عليها للذكاة حالة المجتمع نفسه تقييم كيف صرفة أموال الذكاة على الناس على المجتمع وأكذا لأن الزكاة مش شيء يترمي مش شيء يترمي مش شيء يترمي فوقه بقا واحد تعب تعب من الصراع من أجل جمع المال مايسا صراع من أجل جمع الخلوب من الصراع من أجل المنجهة والعنجهية والأولوية والأسباقية والناس بتموت والناس بتموت والناس بتموت في كل مكان في العالم انزلوا من البرج العاجي لننزل جميعا من البرج العاجي اللي أنا أشوفيها الزكاية يا روك نقول كلا إسلام خمسة أتكلمت أنا فيها دي يا شباب تعلموا اللغة العربية وأنا باتكلم بمنتهى الأنفة والعزة فهي سيدة اللغات بلا منازه بلا منازه ومدخل معرفة الدينية لدينكم بلا منازه والمعرفة العقيدية بلا منازه والمعرفة الثقافية والتاريخية لأمتكم بلا منازه لا يضاهيها ولن يضاهيها أحد هذه اللغة التي كان أصلها اليمن وأهل اليمن العرب العربة والعرب المستعربة اللي علمه سيدنا اسماعيل عليه السلام كيف تعلم العربية من زوجته الجرهمية اليمن اللي بتدبح دلوقتي وبيعاني وبيشرد وبيعذب إلى آخرة يا شباب استمروا في التعلم مسية التعلم والتعلم شيء إيجابي فالعلم متعدد للآفاق والأبعاد ولا نهاية تهلي مع علمات المعرفية وققوا الذي علم عليهم ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بسليمتنا علمناه علما عبد من عبادنا قال موسى أتبعك على أن تعلمني مما علمت قال سيدنا موسى لم يكن بكلمة مع سخدنا الخضر قال أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجداً كان بيقول لك يا سيدنا موسى وده نبي قال له كأنك لن تستطيع معي صبراً وكيف تصبره على ما لم تحبيه خبراً يعني اثنين بشر اثنين بشر واحد فيهم نبي والتاني وليه من أولي الله صحيح كان فتصبره على ما لم تحبيه خبراً شوف العلم ماشي زي حتى موسى اللي كان بيظن أنه أعلم أهل الأرض قال الخضر عليه السلام وعلمه استمروا في التعلم فالعلم متعدد للأفاق والأبعاد ولا نهاية لمعلوماتي المعرفية تعلموا العلوم المعرفية لبناء الكائنات المجتمعية والعلوم الشرعية لبناء شخصياتكم الإيمانية وأخلاقكم السوية تعلموا العلوم المعرفية لبناء الكائنات المجتمعية والعلوم الشرعية لبناء شخصياتكم الإيمانية وأخلاقكم السوية لا تتعيسها الشباب لا تتعجلوا قطف ثمار شجيرة هي شجيرات لا تتعجلوا قطف ثمار شجيراتكم المعرفية وتتبوأوا مقاعد الفتية وتقولون المشهورة التي قيلت في الستينات والسبعينات من القرن الماضي هم رجال ونحن رجال يعني سيدنا ابو حنيفة ده رجل وابن حمب الرجل والإمام الإيث بن سعد الرجل والشفع رجل ونحن أيضا رجال من أنت يا أريدت لك كتاب ولا كتابين يقعدوا يطلبوا العلم في مدن وقرى مختلفة وصاروا على أقدامهم لعشرات السنين كي يحصروا العلم وحصروا العلم من مئات العلماء بل قولوا هم رجال ونحن ما زلنا طلابا للعلم أيها الشباب تذكروا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لوهها الإمام أحمد في مسنده وحسنه الألباني إن هذا الدينه متين فأوغنوا فيه برفق يعني حبة حبة ما تشقوش على أنفسكم فشق الآخرين عليكم وفي رؤية البزار والحاكم في علميه والبيهقي وابن طهر وابن نعيم والقضاعي والعسكري والخطابي في العزلة عن جابر مرفوعا فإن المنبتة لا أرضا قطعة ولا ظهرا أبقى أنا مش حقوقش في حديث يعني لا تشقوا على أنفسكم وتشقوا على الناس أيها الشباب امدوا على بركة الله وسيكون التوفيق حليفا لكم ولكن عليكم أن تدركوا أن الطريقة طويل والزاد قليل والتحديات كثيرة وأن أهم قواعد النصر هي العلم التطبيقي المجتمعي العلم الثقافي المعرفي العلم الديني العقيدي والعلم المخبرية التجربية العلم التطبيقي المجتمعي إذا كنت تخدم المجتمع فلابد أن تنزل لقاع المجتمع وتتعايش مع أبناء المجتمع في كل ركن من أركان هذا المجتمع هذا العلم التطبيقي المجتمعي العلم الثقافي المعرفي أن تعرف المعروفة الثقافية من مقارنة الشعوب والثقافات الأخرى والقراءة أيضا العلم الدين العقيدي الدين الذي يقيم العقيدة في الأفئدة ويحول الإيمان إلى عمل مجتمعي والعلم المخبرية التجريبية الذي يكتشف التجارب لكي نطلع الفضاء أو الضرة أو كل الأدوية إلى آخره يبقى عليكم أن أهم قواعد النص هي العلم التطبيقي المجتمعي العلم الثقافي المعرفي العلم الديني العقيدي والعلم المخبرية التجريبية بدون العلم لا تبنى المجتمعات وبالجهل تتوقف النهضات وتندسر الحضرات وهذا ما نجده الآن بين أمة اقرأ الذي تقرأها الله سبحانه وتعالى في القرآن اقرأ معناها ابحثوا عن المعرفة وانهلوا منها ليس فقط القراءة والكتابة المحو الأمية اعلموا أيها الشباب أيضاً أن الحرية أساس الإبداع وأساس التمكين والانتماء لماذا؟ أن الحرية أساس الإبداع التمكين والانتماء والبناء المجتمعي المؤدي إلى بناء النهضات وتشهيد الحضرات وأن الحرية لا تمنح ولا يمنحها أحد لكم بل تنتزعها الشعوب انتزاعاً من بين أنياب وبراث الطغاء الفسدة أعلموا يا شباب أن الحرية أساس الإبداع التمكين والانتماء والبناء المجتمعي المؤدي إلى بناء النهضات وتشهيد الحضرات وأن الحرية لا تمنح ولا يمنحها أحد إليكم ولن يمنحها أحد إليكم بل تنتزعها الشعوب انتزاعاً من بين أنياب وبراث الطغاء الفسدة فعيشوا أحراراً مبدعين بنائين متكاتفين كي تسعد بكم الخلائق واردى عنكم رب الخلق والخلائق رزاكم الله خيراً ورد يا الله عنكم وشكراً لحسن استماعيكم لي وإن شاء الله يوم الجمعة حتكون المحاضرة باللغة الإنجليزية في الساعة السادسة والنصف والسبوع القادم سأكون المحاضرات كلها السادسة والنصف إن شاء الله